الفوارق بين الفريتين كبيرة جدا ولكن الماتشات دي بتبقى مقلقة شوي هو ماتش صعب على الفريتين على الفريتين حتقول لي بص النادي الآلي فين وبالديد محلق آه الماتشات دي مقلقة ويا ما مرنا بيها يا ما مرنا بيها منو احنا لعيبة واللي قابلنا كمان واللي بعدنا كمان فالماتشات دي بتقلق شوي اجهاد واحيانا بيتصرب للبعض حتة الهدوء شوية التركيز بيقل شوية بفكر شوية او جزء من تفكيري رايح لاتجاه ماتش التراجي او ماتشين التراجي بتوع النهائي كل واحد عايز يحافظ على نفسه في نفس التوقيت عايز اعمل اللي علي بس مش عايز اتصاب فممكن ممكن من جوايا يعني مش حدوس قوي لتعور مش هخش في كرة مشتركة ما لقاش اي لازمة لا يحصل لي حاجة فالنهاردة ماتش صعب صعوبته في الجزء اللي انا بقول لحضراتكم عليه يعني عارفين لو ما فيش ماتشين التراجي الاسبوع الجاي والاسبوع اللي بعده ما كنتش حالق قوي لكن وجود الماتشين يقلقني شوي عشان كده النهاردة كمان ماتشين التراجي واخدين جزء من تفكيره النهاردة بيريح بعض اللعيب النهاردة لو تفتكروا حضراتكم الماتش اللي فات عمل ايه ماتش ريح بيرسيتاو وريح علي معلول طب النادي الاهلي كان بيلعب ماتش كل يومين يومين والتالت بيلعب ماتش يومين ويلعب التالت ماتش النهاردة لعب من ثلاث يام او بعد الثلاث يوم بنلعب النهاردة قدام بلدية المحلة بلدية المحلة بلدية المحلة الوقت ده النادي الاهلي يعني لو جيت حسبت الفرق بين اللي لعبه بلدية المحلة والنادي الاهلي هتلاقي فرق ماتشين ماتشين من اسبوع بلدية المحلة ملعابر يوم 3 مايو كان اخر ماتش البلدية المحلة مع مين مع التحاد سكندري والتحاد السكندري كسب 2 واحد النهاردة كان 11 مايو يعني من 8 ايام 8 ايام دول 8 ايام خلي بقى لحضراتكم 8 ايام 8 ايام دول النادي الاهلي لعب فيهم ماتشين وده التالت ماتشين وده التالت لعب جونة اتحاد النهاردة بلدية المحلة شو بقى فريق ريح قد ايه واستعد بدون ضغوط مع الفارق الفنية معاه كان وفريق ما تمرنش غير مرة واحدة مفيش وقت حتى لاستعدت الشفاء مفيش وقت حتى ميستر كولر يصحح الاخطاء مفيش ماتشات وراء بعض كل يومين ماتش كل يومين ماتش كل يومين ماتش وكمان وكمان ما اخلي بالحضراتكم هي مش المشكلة في كمان التوقيت الصعب دوت ان انت مش مدي لك فرصة ان انت حتى تهيئ نفسك هتلعب ازاي وحتلعب امتى وحتعمل استشفى ازاي وحتعالج الاخطاء ازاي الماتش اللي بعده نحن نتكلم بين كل ماتش والتاني يوم ايه ميستر كولر عشان اللعيبة خلاص ما هو يعيني صعبان مفيش اللعيبة عن نفسها تاخد نفسها بيدي راحة تاني يوم ويا دوبك تمرين خفيف اليوم اللي بعده وبعدها يلعب ماتش ده انت كمان عندك مهمة صعبة جدا 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 على المستوى القاري اللي هي اقوى بطولة في القارة بطولة افريقيا الاندية ابطال الدوري عندي نسقة كبيرة برغم الضغوط برغم المطبات اللي بيحطها لنا البعض عندي نسقة كبيرة جدا في العيبة النادي الاهلي والجهاز الفاني ان شاء الله نكسب النهاردة ان شاء الله وكمان نكسب ان شاء الله دوري ابطال افريقيا